أكد وزير الخارجيات السعودية الأمير فيصل بن فرحان أنه بحث سبل دعم العلاقات مع مصر وعلى رأسيها تعزيز التعاون الاقتصادية كما أربى بن فرحان عن تقدير بلاده لجهود مصر في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة مشيداً بالدور المصري المحوري إلى جانب قطر والولايات المتحدة في ملف التفاوض لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ربط المعالية عن تقدير المملكة البالغ لجهود جمهورية المصر في استقبال وتنظيم وإدخال المساعدات الإنسانية لإقطاع غزة لأن الحقيقة ما نراه من كارثة إنسانية ومن استمرار في تعطيل وعرقلة الجانب الإسرائيلي ليوصل تلك المساعدات أمر أصبح حقيقة جريمة حرب بلا مهاودة والدور المصري في دعم وصول تلك المساعدات المحورية وكذلك الدور المصري مع الدور القطري والأمريكي في محادثات وقف إطلاق النار أيضاً أمر محوري أثنيت عليه وشكرت مع لي على كل الجهود التي تقوم بها مصر للمحاولة في رفع المعاناة عن أخواننا في فلسطين ترجمة نانسي قنقر